ممكن بس قبل ما نخش على الأخبار يعني أول حاجة تقالت برضو على تويتر زي ما احنا متعودين ان انا بحاول من خلال تويتر ان احنا نبقى همزة وصل بين طبعا ناسي بتابعنا ويعني والجمهور اللي بيتابعنا برضو على القناة واحد بعد اسمه استاذ سعيد بيقولي هو انتو ازاي بتصحوا بدري كده وبتبقوا مركزين عايز اقول له حضرتك على حاجة وموضوع احنا بنصحى بدري بس مش مركزين يا استاذ سعيد يعني عايز اقول له حاليك على حاجة الصبح الموضوع طبعا صعب جدا ان احنا بطبيعة الحال لازم ننام بدري جدا بس طبعا ان احنا بشر فيه ايام بنبقى طلعين على هاو لازم غزب عننا لازم نكون مركزين وده طبيعا ده شغلنا بس طبعا احنا لاننا بشر بنبقى ممكن اوقات فيه ايام التركيز فيه قليل شوية لكن ممكن ما يكونش بيبان لحضراتكم بس احنا بنسعى ان ده ما يبانش لكن اكيد بطبيعة الحال استحان بدري جدا بيأثر يعني ولا انا بالنسبة لي انا بتكلم حضراتكم وعن نفسي انا ببقى يوميا حقيقا نايمي كلينيكيا بس حضراتكم متاخدوش بالكم من الناس لاني بتقول لي بتكلم عادي وباخد ودي وبنتجزب اطراف الحديث وكائني صحي بس انا الحقيقا مش نايمي كلينيكيا جسد بلا روح طيب نروح نتابع